نظمت هيئة قناة السويس جولة للتعريف بالقرية الأولمبية وإلقاء الضوء على تجهيزاتها واستعدادها لاستقبال البطولات المختلفة وتعند القرية الأولمبية صرحاً ريادياً مهماً حيث تضم استاداً على مساحة 80 ألف متر مربع مزاود بأحدث التقنية المطلوبة للبطولات العالمية حلم رياضي جديد يتحقق بسواعد أبناء هيئة قناة السويس بإنشاء القرية الأولمبية تلك المدينة الرياضية المتكاملة التي صممت طبقاً للمواصفات العالمية على مساحة 350 ألف متر مربع والتي استضافت وفداً رياضياً وإعلامياً لتفقد العديد من المنشآت الرياضية لمختلف الألعاب تأكيداً على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في منطقة القناة صرح كبير رياضي جهز لاستقبال كل البطولات سواء العربية أو الفريقية أو المصرية طبعاً كصرح يشرف هاية قناة السويس والإسماعيلية ومصر كلها الصرح بنا في مدة ثلاث سنوات على 86 فدان فيه هو عبارة عن قرية أولمبية فيها الاستاذ طبعاً لباسعة 21 ألف متفرج فيه مجمع حمام السباحة فيه الصلاة المغطة فيه ملاعب الهوكي الدولية التي تلعب عليه فعلاً قريدي بطولات فيه ست ملاعب للخماسي فيه ثلاث ملاعب لكرة القدم من طريق كرة القدم صرح يعملهاق ما كنتش متوقع أنا أشوف الكلام ده 85 فدان يعني فيهم كل ما يمكن أن أنت تستسمره بشكل كبير جداً زي ما قلت المكان ده كان مهجور النهاردة بيعج بالجمايير وبالصعفيين وإن شاء الله قريب جداً بالرياضين فشيء جميل أنا بشكر ست الفريق عليه دعوة كريمة سعدت بيها النهاردة وبعد ما شفت المنشآت وشفت كل الإمكانات الموجودة لأي رياضي يتمنيها موجودة هنا القرية الأولمبية تتكون من استاد هيئة قناة السويس الذي أنشئ على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولة العالمية بالإضافة لعدد من القاعات الحديثة ومدرجات تستوعب 21 ألف متفرج بالإضافة لستاد الهوكي الدولي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالإضافة لستة ملاعب مفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية بالإضافة لبناء مسجد ليدعم الاستاد منظومة الدولة في تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية القرية الأولمبية تم تنفيذها على مسطح حوالي 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدان فيها العديد من المنشآت الرياضية الهمة بتستوى بحوالي 22 نشاط رياضي مختلف شركة قناة السويس للسمر هي التي قامت بتصميم وتنفيذ استاد هيئة قناة السويس الموضوع مشي على التوازي تصميم وتنفيذ على التوازي ومشي بطريقة غير تقليدية يعني احنا ما كناش بنشتغل بنفس الطريقة التقليدية لأعمال الأولاد القرية تقدم خدماتها الصحية بوجود ناد صحي رياضي بالإضافة لوحدة لعلاج إصابات الملاعب بها تجهيزات خاصة لذوي الهمم وصالة رياضية وبذلك تساهم القرية في النهوض بالمنظومة الرياضية المصرية التي تقدمها الدولة للعالم 66 عاماً سطرت فيهم قناة السويس منذ تأميمها عام 1956 تاريخاً من الإنجازات المتعلقة بالملاحة العالمية ليأتي هذا العام وتحتفل فيه الهيئة بهذا الصرح الرياضي العالمي لتعلن عن جاهزيتها باستضافة كل الفعاليات والبطولات الدولية والإقليمية لتكون هذه المدينة الرياضية شاهدة على جهود الهيئة في مواكبة رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة من داخل استاد هيئة قناة السويس محمود جميل التلفزيون المصري